طلق وزير الخارجية سمح شكر اتصالاً هاتفياً من مفهوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع ألفر فارهلي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل وحرص المفهوض الأوروبي خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكري علماً بالمستجدات الخاصة بأقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت بالأمس في بروكسل لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من عام 2021 لعام 2027 وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي اقتصادي إضافي لمصر كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع